أتحدث في هذا الموضوع مع ضيفنا في الستوديو استشاري الطب النفسي دكتور وليد السحيباني أهلا بك دكتور وليد مساء الله خير حياكم الله حياة الله جميعا دكتور وليد خلني أبدأ معك بالتعريف بما هو اضطراب بالاكتناز القاهرية الاكتناز كسلوك أو الاحتفاظ بالمقتنيات هذا تقريبا سلوك يحصل لدى الجميع من البشر وعادة أن الناس يحتفظون بالأشياء التي يحتاجونها الإشكال في الناس الذين عندهم اضطراب الاكتناز القاهري الاحتفاظ بأشياء كثيرة ولا هي ما هي شيء يحتاجونه خلال يومهم أو احتمالية أنهم يحتاجونه جدا ضعيلة ورغم ذلك يتم الاحتفاظ فيها لفترات طويلة والإشكال أنه تتراكم هذه الأشياء يعني ما هو شيء واحد فقط يعني مبدأ أنه والله ممكن أحتاجها هذا يعتبر من الاكتناز القاهرية خلينا نتعرف أكثر دكتور على علامات الإنسان الذي يعاني من هذا التراب اللي عندهم الإشكالية هذه عادة ما يكون عندهم صعوبة أولا في التخلص من أي شيء بغض النظر هل يحتاجه أو لا هذه إحدى العلامات الاحتفاظ بالأشياء القديمة رغم أنها مثلا خلاص مثلا الحاجة لها أو أن الاستفادة منها الآن ما هي متاحة مثل هذا الشيء الشيء الثاني يعني تراكم الأشياء بشكل كبير عندهم وأخذ مساحة من المكان يعني من المنزل أو الغرفة بشكل غير مبرر وممكن يكون يعني فيه أثر سلبي عليهم على صحتهم من أن هذه الأشياء تصير مثلا موجودة بشكل كبير فيضيق المكان ممكن أنها يكون مأوى لمثلا الحشرات أو الأشياء الثانية نظرا لأن الأشياء هذه كلها قديمة ولا تم يعني تنظيفها وكذا فهذه من العلامات اللي ممكن أنه الإنسان أو يتعرف فيها على الشخص اللي عنده كالتراب الاقتناز البيت يكون مليان معدات مليان مثلا أجهزة مليان أي شيء أثاث مليان مثلا حتى ممكن بعض الناس يحتفظون بعلاب كاراتين الأشياء اللي ممكنهم مشروعها هذه ما تحتاجها لكنهم رغم ذلك لا الناس اللي عندهم هذا الاتراب يظل الشعور أنه لا والله يمكن أحتاجها أو أنهم يكون عندهم صعوبة أصلا بالتخلص من أي شيء هذه النقطة المهمة أيضا لماذا هذه الأشكالية موجودة لماذا لا يستطيعون التخلص من هذه الأشياء التي لا يحتاجونها الإنسان بالوضع الطبيعي اللي ما عنده اللي هو اضطراب الاقتناز القهري الشعور أنه والله خلاص هذا الشيء ما له عازة خلاص يتخلص منه أو أنه والله يعطيها أي شخص آخر أو كذا إذا كان فيه الإمكان أنه ممكن يستفيد منها إنسان آخر الإشكال في من لديهم هذا الاتراب أنه لا الشعور الطبيعي هذا أنه يكون يعني لحد ما مفقود أنه لا والله احتمال يحتاجه هذا الشيء الشيء الثاني عندهم قلق وتوتر في التخلص من الأشياء أنك تترك شيء أو أنه هذا الشيء اللي عندك مثلا جهاز استخدمت وخلاص انتهيت منه المفترض أنك يعني خلاص تتخلص منه لا هذا الشعور أنه والله أنه يتخلص منه قد يكون بالنسبة لهم باعث على القلق القلق والتوتر أنه والله يتخلص من شيء مهم وثمين رغم أنه ما هو مهم ولا راح يحتاجه حتى ولو بنسبة قليلة فأولا يجدون هذه الصعوبة وغير كذا القرار التخلص نفس القرار لديه مشكالية في اتخاذ القرار أني خلاص أترك المكان أو أترك الشيء هذا خلاص خلنا يعني الحين إحنا استخدمناه يعني استفدنا منه هل ما في مجال أني راح يستفيد منه مثاني خلاص تخلص منه أو أعطاه أي أحد ثاني هذا القرار صعب عليهم بشكل كبير جميل دكتور البعض تلاقيهم يحتفظون ببعض الأشياء مثلا خلنا نقول التراثية أو مثلا عملات قديمة أو خلنا نقول سيارات قديمة هل هؤلاء الأشخاص مثلا يحتفظون بأشياء معينة ومحددة مثلا أكواب أو أمور مختلفة هل هؤلاء يدخلون أو يندرجون تحت مثلا الطراب الاكتناز القهري هذا إلى حد ما شيء مختلف طبعا الفرق أنه الناس اللي يحتفظون بالمثلا مثلا مثلا ما ذكرت الأشياء القديمة التراثية العملات بعض الناس مثلا عندهم حب مثلا اقتناء مثلا السيارات القديمة أو الاحتفاظ فيها هذا الاحتفاظ هذا إلى حد ما يكون شيء بشكل يعني مرتب بشكل هدف زين ما يكون بشكل عشواعي الاختلاف بينه وبين الناس اللي عندهم كان لا هذا ممكن يحتفظ بأي شيء بغض النظر عن القيمة المعنوية محدد أي القيمة المعنوية لا لا جميل يعني عندي مجموعة محاور والوقت ممكن بدي ضيق عليه لكن بحاول أسألك إياها بشكل سريع أمكن للبعض اللي يسمعنا الآن يقول لك وش المشكلة أن الإنسان يحتفظ بهذه وبعض من مصابين بهذا الاقتناز القهري يقول لك والله وش المشكلة أني دام عندي مكانة وعندي مساحة مثلا وش المشكلة أنه أحتفظ بهذه الأشياء كاملة الإشكال في الاحتفاظ أو الاقتناز القهري أنه الآن إحنا الآن في وقت يمكن قد يكون هذا التفسير أو لا أنه عادي قبل الناس يعني البيوت وسيعة الأماكن المتاحة أن الإنسان يضع فيها الأشياء رغم أنه برضو ليس مبرر كانت متاحة الآن كلما للبيوت لحد ما تكون مساحتها قصير يعني صغيرة والمساحة المتاحة للإنسان كلما أكتنز كلما كانت يعني أضيق للمكان الذي هو متاح له غير كذا الخطر من الأشياء التي يحتفظ فيها قد يكون يعني ملاذ لأنها شيء قديم ملاذ للحشرات قد تكون ممكن أن يتسبب بعض المشاكل الصحية لهم جميل لكذا قد يكون في حريق أو شيء من الأشياء القديمة هذه المحتفظ فيها جميل كيف يمكن الوقاية من هذا الاكتناس الوقاية هي بحد كبير تبدأ من تعويد مثلا قنا نقول الأطفال أنه والله أي شيء أنت ما تحتاجها الصغير يعني نعودها لأبو و لأم أنه خلاص يعني لعبها مثلا قديمة خلاص أنت لعبت فيها ولا تحتاجها ولا تلعب فيها خلاص تخلص منها هذا جزء من الأساسيات غير كذا إحنا أي شيء يعني لحد ما ممكن يعني كقاعدة مثلا أو شيء ممكن واحد مقياس يقول والله إذا مر عليه سنة وإنت ما استخدمته احتمالية أنك تستخدمه يعني في المستقبل هذه جدا ضائلة فتخلص منها على طول بغض النظر عن إيش هو هذا الشيء جزء منها أنه تعويد النفس على أنه أي شيء استخدمته وأنا خلاص ما عدي بحاجه أنه خلاص أنه أتخلص منه بشكل سريع ليش؟ لأنه إذا بقى الإنسان شيء وهم من والله بقى شيء ثاني هم من ثالث يبدأ تراكم الأشياء عنده وغير كذا قد يكون صعب عليه بعد كذا تتخلص منها بشكل إذا كانت متراكمة بشكل كبير كبير هل هناك تدخل أو هل يلزم تدخل علاجي لمعالجة منه إذا كانوا الناس اللي عندهم هذا الإشكال يعني كان هذا الشيء شديد ومؤثر على حياتهم وأدى لتراكم أشياء كثيرة في المنزل لا لابد من تدخل علاجي والتدخل العلاجي الأساسي لهذا الإشكال هو عن طريق العلاج بالجلسات النفسية يسمونه مثلا علاج المعرفي سلوكي والبعض من الناس قد يحتاج إلى تدخل دوائي لكن الأساس في هذا الإشكال علاجه اللي هو العلاج هل يرتبط هذا الاكتناز القهري بأمراض نفسية أخرى هي التي تسبب هذا الاكتناز مثلا الناس اللي عندهم اكتناز قهري قد يكون لديهم يعني مشاكل نفسية أخرى مثل القلاق أو الاكتئاب أو حتى مشكلة مثلا الوسواس القهري فقد تكون مصاحبة لها هذه الإشكالات وهذه بنفس نفس السياق إذا كانت موجودة ممكن الإنسان يستفيد من التدخل العلاجي سواء دواء أو جلسات